اشتركوا في القناة والميدالية الفضية ضمن فئة الماستر فيزيك للفئة العمرية من 45 وحتى 49 عاما مضيفا بذلك ميدالية فضية ثانية للبحرين بعد انجاز البطل البحريني خالد السعيدي الذي حقق المركز الثاني في مسابقة الفيزيك 176 سنتيمترا في اليوم الاول للمنافسات من جهة اخرى شادى رئيس الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية الدكتور رافائل بجهود الاتحاد البحريني وما يقدمه من نشاط مميز مضيفا ان الاتحاد الدولي يسعى دوما لتقديم كل الدعم والمساندة للاتحاد البحريني وذلك في سبيل تحقيق النجاحات